في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الجمهورية الفرنسية قام الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى مقار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول حيث كان في استقبال معالي سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس المنظمة وفي مستهل الاجتماع رحب سعادة رئيس الأنتربول بزيارة معالي وزير الداخلية والتي تشكل دعما لدور المنظمة ومسؤوليتها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ومواجهة التحديات الأمنية منويان إلى حرص الأنتربول على ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق الأمني وفق أعلى المستويات من الدقة والاحترافية وسرعة الاستجابة في مجال تبادل المعلومات وتحليلها ومكافحة الجريمة الدولية من جهته عرب معالي الوزير عن شكره وتقديره للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ودورها في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات وبناء القدرات الشرطية من خلال ما تقوم به من جهود واجراءات أمنية وقانونية وما تتمتع به من منظومة متطورة وقواعد بيانات جنائية تسهم في مكافحة الجريمة وأشار معاليه للجهود المتميزة والاحترافية التي تقوم بها المنظمة لمساندة أجهزة الشرطة على مستوى العالم وتقديم سبل الدعم لمكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود من خلال إسناد الآليات المتبعة واستخدام أحدث التقنيات في إطار المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وخلال اجتماع طلع معالي وزير الداخلية على إيجاز يتناول الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تعزيز التعاون الدولي وعقد الدورات التدريبية والعمل على رفع قدرات الرجال الشرطة وإنفاذ القانون لافتن للتوسع الحاصل في دائرة الجرائم سوى ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والإلكترونية والأمن السبراني والجرائم الناشئة وتلك العابرة للحدود وعبر معاليه عن تقديره لرئيس الأنتربول ودوره في العمل على تعزيز التعاون والجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها لسيما في مجال تبادل المعلومات وتحليلها من خلال قواعد البيانات المشتركة مؤكدا على همية احتواء الجريمة والسيطرة عليها في الضل تسارع وطيرة استخدام التقنيات الحديثة وفي سياق المتصل أثناء رئيس الأنتربول على دور شرطة البحرين ومشاركتها الفاعلة في العديد من العمليات الأمنية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع جهزة الشرطة على مستوى العالم في التصدي للجرائم مشيدا بدور الانتربول البحريني وجهده في دعم العمل المشترك في إطار المنظمة الدولية وتم خلال اجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية من بينها الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة ودعم مسيرة التعاون الأمني والارتقاء بلاداء في موجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة اشتركوا في القناة